كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب نعرفها وفي حد غير يا بشا ايوه البشاك كبير وعم الشباب كلها والله انت منور شرم حسام المصري ابراهيل ايه يا رجل والنابي النطة اللي انت نطيتها في الأولمبياد دي ده انت كان شكلك عبيت قوي بعد ازك يا بشا انا ماشي استنى حسام يا بشا انا مقعدش مع الأشكال دي في مكان واحد الواد ده لسان طويل وعليها النعمة هضربه وانا لحد دلوقتي اعتبره وجود سيادتك شوف يا بشا احنا منتشطرش غير على بعض انتب كنت تشطر على الواد الأمريكاني اللي خاد منك المدالية والله يا بشا لو تشوف منظره هوا بيتضحج على الأرض تفتس على روحك متضحك ده انا كنت هموت ده هتغاب عليك يا لأ ايه ده انت هتضربني ولا ايه اخرس يا كلب انتو هو هتضربه بعض قدامي اوه ده ابراهيم خدامك يا بشا اوه ده حسان اوه هاعد هاعد فيكوا واحد واحد هنفصلة هنا ولا ايه بداية من هي لبنيلة زي والشوكو هنلحق عليك لفكرت اعتمد على عائل هبلي زيوب اعتمد يا بشا عليك وانت مغمط انا سداد الشغلانة اللي انا عايزكو فيها دي عايز رجالة طالما الشغلانة عايزة رجالة يا بشا هي ما هيعمل معانا ايه شوف يا بشا شوف هو اللي بيجور الشكل ازاي وانا قاعد ساكت لا انا راجل قوي بتاع الاولمبياد واسأل شرم كلها على ابراهيم العزقلاني ده بيجو بتطلب ولو عايز تشوف الرجولة او الرهالة تورين ايه يا ادي اهبل انت ناس اخر مره ررنك علقت مغ انت عشن ختيني على اخوانا بس لو راجل راجل وش الوش والمصحف اللي علم عليه اخرس يا كلب انت هو محدش يتكلم فيكم انا بس اللي اتكلم انا عضرة باشا عضرة باشا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الماضي باشا مفهومبي يا باشا اطعنا كلام سيعدك ايه باقة يا باشا الشغلانة اللي عندك عوزنا فيها بالزبط اول حاجة لازم تعرفوها الشغلانة ده ممنوعة فيها لأسئلة تماما مفهوم؟ مفهوم يا باشا بس ايه باقة هي الشغلانة نفسها اللي ممنوعة فيها لأسئلة هتفضل طوله أمرك غابي يعني الباشا بيقولك ممنوع الأسئلة برضو بتسأله مش هتقدم استقلتك من القوتيل قبل ما نمشي هتقدم استقلتي؟ ما هتقدمت وتقابلت يا باشا أظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكه بيه قوي وأنا فراقي يعني عشان نبدأ الشغلة على طول إحنا ناخدها أسح كده لغاية برة حالة وإلا حنلاقي أمن القوتيل كله فوق دماغنا ماشي يا باشا؟ يلا بكباتي نوريني جمال نطتك إحنا في الباركين يا باشا عادي الزكا باشا يا أستاذ يا أستاذ هم راحوا فين؟ نعم هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في تلاتة نايمين هنا ما حدش يصحيهم لا أنا بتكلم على الاثنين التانين إبراهيم والودل اللي كان معاه حسان أيوة حسام وإبراهيم ملا راحوا فين؟ في الزمالة عاملين شغل إزال فل السلام عليكم موسيقى انت مش خارج أداب خصم عابري يا برئيو أيوة يا باشا طالع الأول على الدفع بامتياز طيب ما تعانتش مويد لي عشانا في شو ما واحد زميته في الكافتيريا يا باشا انت مالك انت انت إلي ده؟ خلك الباشا بيسئلنا أنا هيكون لي يا باشا الوسائط عينوا الخامس والسادس والسابع ولادي الأسادزة ولادي الأسادزة ولادي الأسادزة أه ولادي الأسادزة انت كنت عايز تتعين معيد إبراهيم؟ عاوز الحق يا باشا قلت أحسن إن جات منهم وإيه حكيات الطالبة اللي سبطوا معك في الكافتيريا دي؟ دي عالم نفسنا يا باشا جواها سواد وغل بعيد عنك دي بقى ضربة النجاح اللي بيقولوا عليها ضربة نجاح يا فاشل قد نزدك في الجرنان وعليها الصورة قد كده يا باشا مكتوب تحتيها فضيحة إبراهيم العزالاني يا باشا أنا معرفهاش البت كت قاعدة في الكافتيريا وداخل ومفيش غير أنا وهي أسابها تفيص؟ قاعدة دالك لها رقابتها وعمل لها تنفس الصناع فجأة روح داخلين علي واخديني على أمنك كلية لعبة ومعمول علي يا باشا اه غاوي انت تنفس الصناع يا باشا هو مش موضوع غاوي بس حادقة نحط نفسك مكالي لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي ايدك تنقذم هتسبها تموت يا باشا أكيد هتعمل لها تنفس الصناع والنظام ده لو فطس هتعمل له تنفس الصناع برضو ده لو قدت غرفة ستين داهية ده أنا العمل تلها تنفس الصناعي نفس أنا اللي تقاتي اه واحد دو ثلاث فور فاك تيس سيف ايت ناين سيف انا شايف تحسن بس احنا ماشيون ببطء شوية كان ممكن نعمل شو الأحسن من الجد بص انت أهم حاجة بتاكل بغباء وتشيل حديدة إيه وتفرج على نفسك بقى قولي انت بتاكل لحم قد ايه كيلو في اليوم كم؟ كيلو كيلو وده بقى مستورد ولا بلا دي؟ انا عارف هلو بتحطي قدام البزيحة لا طالما كده بقى الفهنة والشيفة ومطرح ما يسري امرأ بوكبات يالله كمل اوانش بص بقى انا هسيبك شوية خمس زي كده ورجعلك عبارة ماشي ماشي يا باشا ساعدتك تؤمر ساعدتك بس بعتولي في الجيم هنا لموتت أسبوعين وأنا هرجعهلك بطل عالم في كمال لكسان مش هتعرفوا ساعدتك خالص الله يخليك عرفك يا باشا أنا مابلش عندي أي حد في الجيم كل اللي عندي ولاد ناس كبار ناس بشوات زي حضرتك يعني الله يخليك يا باشا مع السلام يا تهيم فيه ايه؟ كنت عايز سلفة راوف ايه؟ سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش تلات اربعة ايام لحية تصرفتوه؟ ايوا دول تمنمين جنيه تمنمين جنيه هيعمله ايه؟ انا باكل لحمة بس في الشهر بألف جنيه وتاكل لحمة ايه؟ ما الناس كلها مقطع اللحمة ايه؟ ما بتقراش قرائد؟ ما بتشوف تليفزيون؟ ما احترامل حضرتك؟ الدنيا كلها تقطع اللحمة إلا انا؟ انا لو عملت كده هبوز اللي بقى لسنين بعمله وجسمه هيروح وانت تاكل لحمة غالية ومتسعين جنيه ليه؟ ما فيه لحمة صومالي؟ ولحمة اسيوبي؟ وفيه لحمة كمان مجمدة ورخيصة جدا وكويسة؟ انشاء الله كل لحمة حمير هو انا اعتردت يا رقوف بيه؟ اسمعته هامي انت تكايف حالك ع راتب اللي بتاهده وتمشي تكايف حالك ع راتب اللي بتاهده